أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكد أن الفريق البحريني المشارك ببطولة الرجل الحديدي بمدينة بورت إليزابيث بجنوب أفريقيا يتواجد بشكل مكثب في هذه الاحتفالية الرياضية عبر المزيد من الحصص التدريبية التي تهدف إلى الحصول على الجهزية المطلوبة قبل بدء المنافسة الرسمية بين عدد كبير من نجوم هذه الرياضة العالمية كما أكد سموه أن هذه الاستعدادات تأتي بغية تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات للبحرين وترك بصمة إيجابية للجميع عن مدى ما تمتلكه البحرين من مقاومات شبابية قادرة على بدل العطاء وتقديم كل ما يمكن في سبيل رفع الوطن على جميع الأصعدة وأشار سموه إلى أن الفريق البحريني يمتلك استراتيجية واضحة ودقيقة نحو السير بإيجابية عبر مختلف مراحل المنافسة حيث سيتم ترجمة النجاحات في التجارب السابقة إلى مزيد من العمل الدعوب نحو مواصلة هذا المشوار الإيجابي الذي من شأنه أن يزيد من مكانة الرياضية البحريني في بطولات الرجل الحديدي محليا وأقليميا ودوليا ولفت سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى الأهمية البارغة التي يشكلها تواجد المتواصل في مثل هذه المحافل الرياضية العالمية التي تشهد مشاركة واسعة على مختلف المستويات وتكون فيها المنافسة وفق أعلى المستويات واكدا سموه أن كل هذه الأجواء من شأنها تشكل تجربة فريدة من نوعها تتوزع فيها الجوانب الإيجابية على الصعيد الشخصية الرياضية البحرينية وأن تترك أثرها الإيجابية عليه بالمستوى الفني والبدني والنفسي هذه كلها تحضيرات للسباق تعرف هذا ليس بالتدريب هذا فقط تشغيل عضل والدورة الدموية في الجسم لأنه صار لنا فترة مريحين من التدريبات القاسية فكل أمورنا الحمد لله ممتازة هالركضة عندنا ممتازة حساسنا جيد إن شاء الله نحن نؤدي أداء طيب بذن الله طولي أمور بعد هذه التدريبات ومثل ما تفضلت للسعداد ما هي الأجواء التي تعيشينها الآن؟ والله تعرف أجواء السباق شوي تختلف يعني نروح في روتين مهم من طابعنا اليومي الأكل نصبح مثل المكاين أكلنا لازم يكون نوعا معين في الساعة المعينة والوقت المعين حركتنا لازم يكون غليلة لأبعد الحدود ونومنا لازم يكون مضبوط فهذه الأسبوع هذا وكذا يوم حين يبقى لازم نتحمل هذه عشان نحصل الأداء أو النتيجة اللي احنا نبغيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر